يلا بينا امبرك للنادي الاهلي بطولة جديدة للنادي الاهلي البطل الاهلاوي البطل الاحمر فريق كوماندوز النادي الاهلي لكرة اليد بيفوز على فلاورز البنيني وكان فلاورز النهاردة كان جميل فلاورز 43-22 حوالي يعني اكتر من او تقريبا دبل سكور النادي الاهلي اللي كانوا على قد المسئولية مبارح بالفوز على نادي الزمالك المنافس الكبير بفارق خدف في يعني حاجة في قمة القصارة والساسبينس زي ما بيقولوا لكن نجح عبد الرحمن فيصل في قضية جديدة ان يهدي الفوز للنادي الاهلي طبعا بمشاركة زملائه وكانوا عندنا هنا قبل ما يسافروا وقالوا لي ان شاء الله هنرجع بالكاس وان شاء الله هتستضفنا مرة تانية وعدونا واوفب وعدهم مبروك للنادي الاهلي وحعرض لكم ان شاء الله مراسم التتويج ولو عرفنا نجيب بهدف ولا اتنين من المباراة هنعرضوا حضراتكم ولكن قلت لكم النهائي الحقيقي هو النهائي الذي يجمع بين قطبي الرياضة المصرية خلانا نتكلم بحب عن الجميع وباحترام على الجميع اه للنادي الاهلي مكاننا وبيتنا وكل شيء والفوز تل والفوز في هذه البطولة وفي العديد من البطولات اذا الاهلي عزيزي المشاهدين هو بطل افريقيا بعد ما فاس في كل مبارايته اخيرها بالامس على الزمالك بفارق هدف واليوم على فلاورز البنيني بفارق من تلاتة واربعين الى اتنين وعشرين نحسبوها بقى كده واحد وعشرين هدف فارق في النهائي فارق كبير جدا لكتيبة الكوماندز الاهلوية مبروك لكل اعضاء الفريق مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي مبروك للجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي مبروك لخالد العوضي مدير النشاط الرياضي كلمتوا مبرح بعد المباراة كان يعيني ربنا يكون هنا وكان في حالة صعبة جدا جدا لكنه عمل شغل اكتر من رائع واكتر من ممتاز والبنات كمان فازوا بالمركز التالت وده شيء جيد لانه كرة اليد الانجولية صعبة جدا في البنات بلعبوا على طول في كاس العالم وعندهم مستوى متقدم لكنه نجحنا ان احنا نفوز على فرقة من الاتنين وده في حد ذاته جيد والقادم افضل باذن الله اذا بطولة جديدة تضاف الى دولاب بطولات النادي الاهلي هذه المرة كوماندز كرة اليد يفوزون ببطولة افرق